طريق طويل، ممكن نبدأ نتحرك من بكرة تقدر تقول أي شرف؟ قلت ما فيش حب من غير شرف أهلا وسهلا بكم كل متابعيننا متابعين تلفزيون اليوم السابع النهاردة معانا نجمة من نجوم دراما رمضان عشرين أربعة وعشرين وبصراحة من أول ما أحمد عبدالوهاب ظهر على الشاشة من السنة اللي فاتت في رمضان عشرين تلاتة وعشرين وهو تصدر الترند جي كمان السنة دي في دراما رمضان عشرين أربعة وعشرين قدر إنه يتصدر الترند من أول ظهوره في حلقات مسلسل حشاشين بشخصية يحيا ابن المعزم ألف مبروك يا عزيزي نبارك فيك شكراً جداً على الكلام ده والله ولا أي شكراً ده ده أقل إن أنت تستحقه كمان انت ماشاء الله من السنة اللي فاتتنا الترند بالدور الزابط اللي كانت البنات كلها بتقول عليه كيوت وجميل وهدي قوي وإيه ده الله إحنا كلنا عايزين واحد دايه في حياتنا السنة دي بقى شايفه نوشتي بتاني لأحمد عبدالوهاب وظابط برضو بس في عصرتين في عصرتين بس أشد شوية وما بيهضرش خالص وكاركتر جمدة جداً فكلمي عن دورك في الحشاشين دوري في الحشاشين كنت متفاجئ دكتور فيتر ميمي اخترني في الحشاشين مسلسل بالحجمة ده في دور زي ما بتقولي السنة اللي فاتت ألف الحمد الله على السلامة ظابط بيهضر ومشاهد لطيفة كده اليحيا في الحشاشين فواحد في أول حلقة بأمه بيتقلم فخلاص ده شخصية كئيبة من تاني حلقة بدور بالصعوبة دي بالدراما دي وطلو انت تجدت السقة منين فيي انك تقالي لأ انا تمام وانا واصق وانت ان شاء الله تعمل الدور كويس وكنت الآن جداً متدور بس الحمد لله طب ايه اكتر حاجة قلقيتك من دوري يحو دوري يحو نفسه يعني هو مش ما فهوش حاجة ايه هو كله يقلق من من التحولات اللي في الشخصية ومن المساحة المساحة كمان لما لما تضر مساحته بتزيد المذكرة تبقى اصعب لان احنا ما بنصورش بالترتيب فانت ازاي تبقى في المشهد ده لما نجي نصوره تبقى ظابط كويس قوي الحالة بتاعته انه لدي هنا واصل لايه عملت بايه ورايح فين وجاي منين اه فمساحته كبيرة اه عارف ان انا عامل فيه مجبود بدني كبير جداً في معارك وخيول وسيوف وبهدلة يعني اه للتحولات اللي في الشخصية والمشاعر الكتير اللي في الشخصية للوقوف قدامي والنجمة زي كريم عبد العزيز اللي عمل بحجم الحشاشين ان انت اخفت ابقى انا الحاجة السيئة اللي في المسلسل انه الدور ده لو مع الشعب داش مني مضبوط اه خلاص انا بواسط لهم المسلسل فاكقول دي حاجات انا كنت بافكر فيها انه ربنا يسطر ان انا الدور زي ده تقول ما اش هتصورته في المشاشين كان ايه كان حلم الجنة الله كان حلم انت مدقتها بالحلم بس كملتها في النار وانا اكتشفت ان دكتور بيتر كان بيت حاليا يعني بيجيب رجل اه بيجيب رجلك حلم الجنة وبعدين انت هتشوف اهوال بعد كده اوكي طب اول مشهد ليك مع كريم عبد العزيز كان اني مشهد اول مشهد مع كريم عبد العزيز المشهد المنظرة اللي بيننا وبعض انا الاول نفتح قلبنا البعض هي وبقول له بيقول لي كلامك في ريحة من تعليم الغزالي بقول له شيخي مستازي فاول مشهد قلت له يا دكتور انت اول مشهد حطتني منعفة منظرة طب حاجة خفيفة فا بس هو استس كريم يعرف ازاي قال للقدام وانطلع بقى احسن صورة هل نصحك بحاجة اسمائي التصوير مثلا وانت بتصور قالك فيها تركاية مثلا لو عملت ذي كده لو عملت ذي كده جيت مشهد قتل زيد بالنسائحه اه كان دكتور بيتر عايز ان اندي لحظ التردد كده هقتله ولا مقتلوش للناس فجي استس كريم جي من غرا كده قال لي انا متأسف جدا اه ممكن اقترح عليك حاجة اعملها حابب تعملها حابب مش حابب فلاص انت ممكن توصف الارض كده واباين ان انت انا مش هتقتلو انا بعتذر جدا مماشي بتعتذر ايه كريم عبدالعزيز قول لي اعمل كذا هعمله اوكي اه فهو حتى لو عايز يجي يقول لي حاجة بيقولها بمتال الادب والزوء والاحترام التعلمت منه كتير جدا الحشاشين مسلسل تاريخي تقيل جدا جدا كلمني عن صعوبة تحضيرك لشخصية يحية من قبل تصويرها اتدربت على ايه اتعلمت ايه اللي دكتور بيتر ميني طلبوا منك من اول مدالك الورق انك تعمله اول مدال الورق اللي روح ذلك ده اصلا ده اساسا لان هو عارف ان يمكن من اصعب الحاجات قال لي انا مش الام التمثيل لو تروز هي مش الام التمثيل اذا كان صاحب الدور نفسه الام التمثيل كما دي ثقة حلوة ما قلت انه تديك باور وتديك دافع كده ان انت تمام انا هدخل انا ان شاء الله هبقى قدل مسئولية وده اللي حصل فعلا ان دكتور بيتر هو سبب كبير في ان انا لو كنت طلعت كويس في الدور ده فهو سبب كبير في انه الداني الثقة دي انت تمام انت هتقدر تعمل ده وطول الوقت معي وطول الوقت في الدور من وهو احنا بتنظر هنا وكان بخلينا نصور له النقط اللي انا بذكر فيها وبكتب فيها بخلينا نصورها له وبعتها له وهو لو عنده حاجة بيبعتها له بخلينا ننزل اعود معه في المكتب هو عامل كبير جدا في ان انا قدر اعمل بشق السطح الترتبات انا كان بيبقى يومي يعني تقريبا اتفقت على الدور ده من شهر ستة اللي فات هو خمسة كان يومي عبارة عن ان انا بسخة الصبح لان انا اصلا مؤلف اه انت مؤلف شاطر جدا 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 لا ومؤلف كوميدي شاطر كمان كمان انت يعني شخصيتك متعددة وازاي اخلص تصوير من حشة شين في ماشهد بدم وقتل وعيات واروح ارجع اكتب كوميدي ازاي بقى احنا بس نقولي التحضيرات وهنروح له ازاي دي اكيد فيها تركات تعملها ورده كنت بصحة الصبح اشتغى شوائي اه كاتب وبعدين اروح فايتنج تدريب خلص اه اروح اعودن على الاكتن كوتش البتاعي عشان اتدور اعودن اذاكره الشخصية وبعدين يمشي انزل اروح بالليل تدريب الخيال وانت كنمك مدرسة بندرسة نتذاكر حاجات تانية بالضبط من شعر خمسة لشعر تمانية انا انا افضل تفضل اوكي من تمانية بقى كنت في ازاخستان بقى اتدرب بقى افكاز اخستان اتدربنا تاني على الخيول لانه الفصان لازم اه بيفرم الفصان اللي التاني بس ده ده اللي هصور به فالكاز اخستان اتدربنا خيل ودربنا فايتنج والتمثيل ورجعنا هنا كملنا فايتنج وخيل فالتدريبات ما وقفتش الحد ما خلصنا المعارف كلها اوكي كان التحضير اه صعب جدا للدور يه طب كان ايه اصعب مشهد لك ايه المشهد اللي انت لما قريته على الورق قلت المشهد ده هيبقى صعب جدا رمي اصحابي من فوق القلع اوكي ده مشهد اه 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 ايه اتدربك ازاي انا شايلهمه من اول ما قريط الورق وتقريبا ده اخر حاجة صورتها يعني بعدية خدت كم مشهد كده صغيرين بس ده اخر اكبر حاجة انا صورتها رمي اصحابي من فوق القلع اقول له دكتور بيتر انت يعني لو هتشين المشهد باتي بقى خدمتاني فيقول لي لا هتفضل مقبوض وهتعمل احد فهذا من اهم المشاهد ليك نعم اهم المشاهد الحمد لله انه طلع من اهم المشاهد لا يعني كان ممكن يبقى من اوحش المشاهد لا بس يعني اصلا تغيرات شخصية يحيا في المشهد ده بالذات كانت كبيرة جدا وانت عملتها كلها وانت هيدي جدا بس نفس الوقت بينت يعني ناس كلها كانت متخيلة ان يحيا خلاص راح ومارجعش لان انت عملت حسن الصباح يزول الاخر انت في السين ده بالذات انت قلت ان يحيا زي ما هو عادي لا الحمد لله وهو كمان دكتور بيتر بيهيهل الممثل وبيهيق له الجو اللي يقدر يعمل فيه المشاهد الصعب افاكر المشاهد ده كواس جدا صمت في اللوكيشن صمت تام مينموم كروه الناس اللي بتشتغل بس الوقفة الباقي كله يبعيد بعيد جي في ودني قال لي انا جاهز وكل حاجة واقف عليك خد وقتك خالص ولما تبقى جاهز خش كل الناس فعلا واقفوا كلهم ببصين في الارض وكلهم سكتين عشان انا اقدر اخد الحالة واقدر اخش في ال فلو مخرج مش مهتم بدا لو مخرج تاني مش فارق مع هو زبط الكادر والصورة والحالة وتمامه هطلعه حلوين جدا ومش مهم بقى الممثل هو اللي هيطلع شكله حلو وشكله وحش لقوا بيهتم جدا بكل لأ عملته مرة ودكتور بيتر لما بيقول قد بس بعرف انه مش قد كده اوكي قدت قلت لك كان وحشي اه طالعلي كاللي بفقدني قال لي لأ قد قد لل شوية وازبط وما تبقى جاهز وقلش عملناه تقريبا اه ثلاث مرات اوكي هو ومشهد قتل صعب وبرده نعمل ثلاث مرات رميهم كان اصعب ولا انك بتشوفهم بيقيتل قدامك كان اصعب كنت فاكر والحمد لله لما طلع كده كنت فاكر ان مشهد رميهم اصعب طلع مشهد انا بشوفهم قدام عيني اصعب اه بس بس كويس يعني يعني عشان ان لما بشيل هم مشهد قوي قوي بيحصل لي بانيك كده منه وممكن معرش مبالي كل مشاهد اللي انت انا ملاحظة من كلامك ان كل مشاهد اللي انت كنت شايل همها جدا كانت من انجح المشاهد جدا فدي حاجة بتأكد ان انت كنت اقدم مسئولية كنت ممثل شاطر جدا اختيار دكتور بيتر ميمي كان في محله فمشهد قد انت شخصية يحيا عدت بمراحل كتيرة جدا من اول ظهورها لحد اللي احنا لسه بنشوفها النهارة شخصية يحيا ما سبتتش على حين الاول قلنا يحيا راح خلاص يحيا عارف طريق وبعد كده قلنا يحيا ايه ده ما بقاش هو نقطة بعد قتل صحابك انت تغيرت تماما الفعالات النفسية دي خاصة انت بتقول ان التصوير طبعا عمره بترتيب الحالة النفسية اللي بيجا فيها الممثل كنت بتعملها ازاي كنت بتفصل ازاي ان انت ترجع تاني ان انت جندي يصل جوكي عد جدا وبعدين ترجع تاني انا طبعا حسن الصباحة دي جدا وبتبقى كلها مستك ميزة من مميزاتك العظيمة جدا ان انت بتبقى هيد جدا بتعمل كل حاجة جدا خيلتي حدرتنهم ازاي دي بقى المذاكرة مع الاكتن كوتش اوكي انا عندي اكتن كوتش اسمه محمد غيس ده اول ما بيجي لي دور واتصل بيه ووله الحقني ماشي واروح وببعايت له الورق وبعدت له الورق قبل اي حاجة قلت له انا معروض علي دور في ده مش هقول لك شخصية ايه فانت اقرأ وقول لي اه اه ونتكلم بعدك هو قرأ اللي انت ايه اوكي فاقلت له تمام جدا احنا كده دي اول خطو ماشي عدنا بقى اه انا وهو ذكرنا بطريقة مختلفة في مسكن الشخصية مشهد مشهد عشان لما اروح اصور المشهد ده ابقى عارف كواس اوي انا جاي منين ورايح فين والشخصية في المشهد ده حالتها ايه اوكي فبقعد اكتب علشان ما يعني وانا بذكر بقعد اكتب بقعد اتناقش انا وهو فانت بالمشهد ده المفروض ان ابوك واما كان عد على قتلهم اسبوع فانت واقف مثلا عند المقابل قلتك عامل ازاي في المشهد ده الهم لسه ميتين دلوقتي ولا ماتوا من اسبوع طب انت دلوقتي هل هتوقف تعيط عليهم عياط بشكل معين ولا خلاص العياط راح فبقعد اكتب كل ده علشان ما اروح اصور انا اصور مشهد كاما اصور مشهد كذا كذا بافتح النوت بافتكر الحالة بتاعت المشهد ايه وحاول اعملها بالضبط نعود اركز شوية في الفردون وكل ده لما عادت نقشت مع دكتور بيتر في الموضوع فهو عارف انا محدد له كده مشهد ده ولمشهد ده ولمشهد ده اعيز ابقى في حالة معينة ودخل صورهم فهو تمام يا جماعة اعملوا اعملوا ده اللي احمد عبدالله فقالوا للتعاون ده وانش عارف اعمل اي حاجة من الفجاة اللي تقول لها حالة لما جالك الورق وابعته للأكتن كوتش قبل ما تبعته لما قريته كده سوناريو كنت عايز تلعب سخصية تانية غير يحية لا هو انا اول ما قريته كنت عايز اعتذر ايه الحوار ده والله العظيم كنت خاف جدا كنت عايز اعتذر ودكتور بيتر قلت له قال لي لا لا لان كيف كيف زي ما قلتنك كيف اباوزلوهم المسلسل بعيدا عندي كيف اباوزلوهم المسلسل بس لما قريت المسلسل لقى شخصات يحية اكتر شخصية بالنسبة لي جزابة في الورق عشان التحاولات اللي فيها تغري اي ممثل للشخصات دي اه يمكن ما شكتو عجبتني شخصات صاحبان برضو ده مخفيف اه شخصات صاحبان البلك ده مخفيف وبيهزر وابتع لاني قلت انا احب اهزل برضو شوي بس لا يحيا عايز تلعب كومدي اه طبعا انا اي دوري غريني يعني كومدي بقى دراما كنت كنت عايز تهرب من يحلي كنت عايز تهرب من يحلي لا انا جبان جدا في التمثيل جبان جدا مع ان لحد النهاردة اختياراتك ستة جدا يعني السنة اللي فيتت والسنة دي اختيارات مخلياتك ستة جدا بس بخاف من التمثيل فعلا لان دايما اول يوم تصويرا راحة تهربان ومتوتر وبطني واجعاني وبفضل كده الحام دماغا فكرة بيش نروح لصارة الشامي الاول ولا لزيد احمد عيدي الاول زيد بن سيحون الاول اني كان اصعب هو يمكن الاصعب زيدي بن سيحون ان سارة الشامي بفضل حبها طول المسلسل المبيعية بس سبتها ما بتقابلش انت السين بتاع ان انت بتفاركش مع سارة الشامي ده مع نورهان قدام المقابر قالك بس تلعنا دي خانها ومشي وسبها بس كان لازم يعني كانت فيه ناس بتعلم ان انت سبتها بس فيه ناس برضو كانت بتقول لها يعني هو راجل ابوه وهم ميتين هو راح تقول له وانا انت متابع بشوف طبعا مكتوب ايه قالولها انت ابوه وامو ميتين وانت راح تقول له وانا يا يحيي ما طوفي يقول له مقابر الله ولا يقول له ايه بس اه هو زيد من السيحون طبعا كان صعب اه انه المشاعر معه مختلطة اوي ازاي انا اشوفه وابقى مش مبين لان انا مبين ان انا معاهم وفي نفس الوقت لازم يبقى في عناي انا انا عايز انتقل منه ولما جاءتله هقتله بقى طبعا بتجميع المشاعر ler lana انا قتله المشاهده كان صعب كتير اول مشاهد ليك مع احمد ايد كان ايه كان ايه كان اني واف созд اول مشهد معاى آآ تقريبًا وحن رايحين آآ آه ألعة بن الخافظ أوكي طبع مرتبق من النص للأول ألعكس آآ وحن رايحين معه ألعة بن الخافظ وحن كنت متخفز لأول مشهد معه انت متخفز لأصل آآ أكي ومشهد آآ التاني مشهد على طول معاه تقريبًا هو في البيت أول علقة خالص لما بيخش بشخصية عمر بقوله شكراً على خدمتك لولدي دول كان أول حاجة سواء يعني أول مشهد معاه انت بتفكر تقتله إزاي تاني مشهد معاه انت بتقوله شكراً جداً على خدمتك نفسيكم انت عمل إزاي نمعت غضبك منه إزاي لأن انت غضبك كله كامبين جداً في لحظة برضو هنرجع تاني للسين اللي انت رميت منه وصفها بطر أول ما قالك الله يرحم ولديك يا يحيا انت وشك 180 درجة اللي احنا كنا فاكرين والموجود أهلت نفسك إزاي مشاهدك مع أحمد عيد بوز هي التركين بقى في ان أنا قبل التصوير أنا خلاص ذاكرت يعني زي ما بيقوله قدر اني ذاكر ذاكر خلاص اني بقى اليوم ده الصبح للتصوير لازم أنا أعود أعرف أنه دلوقتي هادخل أصور إيه بقى وده أركز تماماً أجمع حالتي بالزبط أنا دلوقتي رايخ أقبل مين عمل فيه إيه حالة وصل لها دلوقتي إيه الشوية قبل التصوير وأنا قاعد في القوضة لسه وهمين جداً جداً يتخل مركز هي دلوقتي الزهبي اللي نخل في المشاكل يحيى بن المؤذن من تقريباً من ساعة معركة الليل والناس كلها بتقولنا دخل القلعة هيموت يحيى هيموت يحيى راح قصلاً عند القلعة يحيى مامات شورجة يحيى إذا يحيى داخل بنفسه العرين برجله يحيى هيموت مع كل حلقة الناس متخيلة أو خايفة أن يحيى يموت تفتكر الخوف بتاع أن يحيى يموت ده جاي من أن الشخصية حلوة جداً فالناس عايزة تشوف أكتر من يحيى أو عايزة تشوف هي الناس شافت غليلها في اللحظة لنت قتلت فيها زيد يعني تقريباً الناس أكيد أم تهللت لما أنت قتلت زيد نسايفونه يحيى خاد حقه لأن الناس معك من الأول وأنت مغلول جداً وتحولاتك كتيرة تفتكر الناس مستنية أي تاني من يحيى الناس كلها بتقول لي هتقتل حسن الصباح إمتى أصلاً طب غرض أنت عند الياحيى هيقتل حسن الصباح أو لا لو أنت مكان يحيى وعندك فرصة أنك تقتل حسن الصباح هتقتله أنا لو مكان يحيى أنا هقتل الاتنين في لحظة وأنا هموت خلاص وأنا جوه القلبك برزك وياحي مثل الصباح وزيد وانت خلاص زيد من الأول خلاص وهم الاتنين مقفين قدامي هقتلهم هشاب عندي بقى هدوء وثابات يحيى ده خالص شخصية هادية وثابتة وعارف هو عايز إيه وعنده بقى مكر سنة مع أنه هو مندفع شوية بس عنده برضو مكر سنة وهدوء حتى فارق عن صحابه اللي معاه هم متحفزين ده متحفزين شوية بس هو هو عنده ثابت شوية في أنه هو إزاي يططط وإزاي ينفذ شاب عن ثابات يحيى فضل يحيى أحمد في إيه من يحيى لا الحمد لله فمش حيخال إيه ده إيه لأنت خدد السوع كده ليه لا حياتي يحيى صعبة جدا حياتي يحيى صعبة ليش أي حاجة من الشخصية لا 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 أنا كسول جدا أساسا يحيى ده بتاع فروسية فرهادة الزيادة عن اللي زمها عنك أنا كسول جدا طب نروح لدكتور بيتر ميمي إنت قلت إن إنت خفت جدا وقلت له إن إنت مش عايز تمشي مش عايز تكمل في الدور بعد ما بدأت تتصور المشاهد التسئيلة جدا كان بيرجع يقولك إيه كان بيقولك إنه مبسوط بيك فخور إنت قد المسئولية كان بيقولك إيه ما شهد اللي كنت هو صوره حلو كان بيجي يقولك بيس جدا نهاية لك ماذا؟ وخلاص وصلت معاه لدرجة من الثقة أنا بحب المخرج اللي يجي يقول لي حل أو يجي يقول لي وحش ماذا؟ عشان لما بيجي يقول لي وحش ببقى مصدق ووصف فيه المخرج اللي ما يجيش يقول لي وحش يفضل طول الوقت كده تمام هيخليه نقلق على نفسي أنا كده مش متطمن معاه أنا طلعت حلو ولا وحش يبقى هو مش مركز معاه هو مركز في شغله بس وصورته وكادراته بس ان هو يجي يقول لي حلو في الحل ويجي يقول لي وحش لما اعمل حاجة وحشة عمالي جدا على بقية شغلي ان انا بصور المشهد وبخلص وعارف ان هو مش هيطلع المشهد حتى خلاص وصلنا لدرجة كده هو بقى يجي ما بقاش ايه اسس على الكلام مع يجي يقول لي ده مشهد ولي ده وحش جدا اللي انت بتعمل اللي صراحة مطلقة خلاص وحش جدا اللي انت عامله ده هنعيده قلت له هنعيده وقول لي طبعا هنعيده وانا هاخد اللي انت عملته ده فاي موصل تاني هيزأل وك لا ده انا بحب كده جدا لانه خلاص انا عرفت انه لما بقى حلو هيجي يقول لي انت حلو طب تصوير طبعا مسلسل حشين مش محتاجين تصوير كان صعب وطبيع انه كان يبقى صعب جدا وكان طبيعا يبقى اصعب مما الناس ممكن تكون متخيلة انه هو صعب كان في لقطات اكيد كان في حاجات كوميدي كنت بتقفوا في نصة فصوير التونوتو ده وترجعوا بكملوتين احنا صبعا كنا بنتحك اكيد لان احنا اساسا احنا ملناش في الكلام ده يا جماعة خالص احنا مش بتوع الحاجات دي خالص اي حاجة بدعملها بنخلصها حتى مشاهد المعركة ونخلص ونتحك وانا مرة وقعت من عقصود اصلا بجري كده فرجلي فلتت من الركاب فالتوازن اختلف وقعت من عقصود فجيت بعديها بيومين بالضبط هنصور مشاهد تاني بركب خير فانا متعقد وكتفي والدكتور قال لي ما ينفعش تركب دلوقتي عشان كتفك فابراهيم اللي هو عمد دور سليمان بيركب حسن فدكتور كيتر قال لي عبداللهابي هتطلع وقعت له انا مليش وقال لي انت هتطمن الحصان ده هتسمنه اطلع يا ابراهيم تقود انت هلفها بالحصان طمنه وبعدين وقعت له اطلع ابراهيم اطلع ابراهيم قعدت كتير ابراهيم راح فين فجأيت الناس بتجري في ايه ابراهيم وقع من عم حصان يا نهر طيب راجع بقى ابراهيم اطرب خالص وقدم اتعوره طول انت وقعت ابراهيم حصان اللي انت المفروض راح تطمنني يعني اجي دكتور كيتر قال ايه اللي حصل بطوله الحمد لله ابراهيم طمنني وركب عم حصان ووقع الحمد لله خلاص هناخد المشعة ده ماشية لا اعني اتعرضنا بحاجة كتير طب والشغل مع الناس في كازاخستان كنعمل ازاي؟ مافيش تواصل بقى خلاص مش عارفين نفهم بقى مافيش انجليش مافيش عربي مافيش مشاورة مافيش اي حاجة اكتشفت لغة جديدة في كازاخستان اه يعني بنحاول نوصل انا بعدي اليوم انت بتعدي يوم التصوير عشان طبيعي اه بالزبط انا عايز انتقدم خلاص عدنا حوالي اربعين يوم في كازاخستان اربعين يوم في كازاخستان اه يلا حتى في المطعم نطلب اكل معين اقول لهم على اسمه يجيب لي حاجة تانية كلها انت وصلتك خلاص انا عايزة خلاص انا عايزة عايش اه بس انا عايزة عايش طب نروح بقى لفكرة ان انت مؤلف شاطر جدا ونرجع بقى لنقطة ان انت كنت بتشتغل على الحشاشين وتكتب كوميدي ازاي يعني ازاي تبقا بتشتغل على الحشاشين وتكتب كوميدي تقتل الناس واقل انا شركة في الكتابة يا كريم سامي اه ده بنكتب مع بعض كل حاجة فااااااا فكونت بخلص الحشاشين وارجع بقى المفروض ان انا اخد مود جديد تأليوان المؤيت اس clinic في الحشاشين واخد مود جديد للتأليف الكوميدي بس يعني انت بحاول اعمل ده ما اوصل الاول انا وكريم نعود ندردش كتير كتير واحكي له على حاجات فصلت في التصوير حاجات تدحك ونعد ما نخش في المود الكوميدي وبعدين اعرف اكتبه بس هو طبعا فصلان كانت صعبة عليك اه طبعا خلصت اكيد خلصت الكتاب انا ما تدفل الحشاشين ولا كنت واذن وانت بتسيط انت تكتبه في نفس الوقت في نفس الوقت اه وانت في كازاخستان كمان? وانا في كازاخستان كنت عن بعد بقى كده بنشتبه بس كنت بتكتبه برضو كنت اه بس كان تعديل اكتر شوية اوكي لكن انا انفريت من جديد كان هيبقى صعب جدا انا في كازاخستان لان كمان فارق التوقيت يعني انا كنت اليوم بخلص واروح ونام وانزل اصور ويكون هنا كريم في مصر لسه ما نمش اوكي ففرق التوقيت كمان كان صعب وما بنحبش كل واحد يكتب لوحده في الحاجات الكبيرة بالذات عشان ما يطلع الشغل كويس فلما رجعت من جازاخستان كملت بقى كتابة برضو في المسلسل خلصت انت اشتغلت علي يحيا وخلصت يحيا وبتكمل كوميج فيه فيت ركاية بتعملها معينة? اصلا اكيد فيت ركاية بتعملها بتخليك تعرف تقدر تعمل ده كويس جدا وتقدر تعمل ده كويس جدا اهو الفصلان ان انا هي كانت الاصعب من ان انا اخلص تصوير الحشاشين وارجع اكتبكم ده اصعب من ان اقوى كنت ما ما عارفش اكتب اه في اليوم اللي انا رأي فيها صورة اوكي ما بعارفش اكتب اه بقى خلص مركز في اللي انا انا عايز اخد الحالة بتاعتك المشهد ده لان كله صعب اه اه كل ما اخلص مشهد في الحشاشين اقول ان الحمد لله الصعب خلص اكتش في انه لسه فيه تسعة كمان صعب فهو كله صعب اوكي اه فان انا اخلص التصوير في الحشاشين واروح اكتب دي كانت بتستدعي ان انا اخلص واروح اخدوش كده واعقد المناقشة مع كريم في الاول في الحياة مهمة جدا غير الشغل خلص سيبك من الشغل ايه عملت ايه وانت عملت ايه طب احكيلي طب حصل ايه في البيت طب مش عارفت ايه الحاجات اللطيفة دي نسخن بيها الدنيا كده بحد ما نكتب دي كانت التفصيلة بسه طب انت السنة اللي فاتت عملت دور ضابط لزيز وكيوت وانت بنات حبتك تمام انت طبعا سبطت اكتر كومنت كان بيدحكك اكيد بطلع متجوز اه 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 انا فاكتة كبس الكومنتات دي كانت قابلتها ازاي ومراتك قابلتها ازاي لا مرات تمام جدا هي متفاهمة ومطيفة جدا وهي انا دايما بقول ان هي انسب مرات فنان في الدنيا ربنا خليها لك توتش وود يعني عشان ربنا خليها لك ماشاء الله اول مرة قرأت الكومنت ده عملت ايه؟ لا كنت بتحك طبعا لو اخسرت وده لان متجاوز ولو مش متجاوز ايه كان يحصل ايه مشاهد الحمد لله تتغل تاريخي تاني؟ لا انا لو قلت لا ايبن فيها ماشاء الله لو قلت لا ممكن يجيلك دور تاريخي وما يجيلكش بس لا خلاص ده قلق لا هو التاريخي صعب جدا 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 حتى للناس اللي عملوه طبعا عارفين الكلام كويس يعني حتى شغل الحروب دلوقتي يمكن اسهل شوية من التاريخي لانه معروفة عملت زي هما هو حتى بعيدا عن التمثيل ايه الحروب زمان محتاجة لياقة معينة اكتر بكتير من دلوقتي التاريخي لا احفقر الف مرة قبل ما ارفض قبل ما ارفض طب ولو عايز تقدم شخصية تمام عادية مثلا كوميدي ولا عايز تلعب بقى دراما وحزيني سنة لا انا بحب الكوميدي طبعا كده كده اقرب بس بحب حابب برضو الاجتماعي ده يعني الراجل وامراته ومشاكل البيت والحاجات دي قريبة جدا مني يعني بحب محس فيها دحك كتير ويطلع من هذا كوميديا موقف اكتر من هي بقى دور كوميدي صرفي ده كده 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 كوميديا الموقف هي اهم بكتير من اي كوميديا تاني ماشي طب مش عارفة مش عايزة اخلص معاك عايزة اعرف اكتر بصراحة بس قولي جالكت حاجة جديدة بتحضر لحاجة جديدة دور جديد داخلت صور قريب لا انا حاليا في اجازة سلبية تامة لانه والحمد لله طبعا كان موسم تقيل قوي فاجازة كده سلبية اللي كانت ما شوف بقى بعد كده ايه الموجود وقدر اختار منه ان شاء الله من غير ما نحرق مش عشان مش هينفع نحرق يحيى بن المؤذن اخر شخصيته ايه من غير حرق من غير حرق اقول اخر شخصيته هتصدم الناس ولا الناس هتقول كالنازم يعمل كده هتبقى صادمة ولا هتبقى الناس تحقينيته تشفق عليها مثلا تصعب عني هتصعب عن الناس ولا هتصدمهم شخصي اقول ايه من غير حرق زي من غير حرق لا ده صعب جده هتصعب عن الناس ولا انا اعتقد صعبان عن الناس من دلوقتي انت انت بتدخل في فايزز كتيرة شوية صعبت عن الناس وشوية الناس اتصدمته وبقى ايه وبعدين نجاة تعين صعب عن الناس فانت طالع ونازل في الحتة دي او فانت عايز تبهن الناس مية والناس تكتشف شخصي اقول اي حاجة تحرق شخصي اتقول حرف شخصي اه يعني محسوسة جدا انت كنت معينا انا امورتاك في اليوم السابعة وان شاء الله نشوفك في اعمال جديدة وتتفاق فيها اكثر من الاعمال انت بتدخلها وتبدل سابت وتبدل ترند لانت بتدخل في الدور بتبقى ترند من الاول ما بتظهر لحد ما اخر ما هتظهر ان شاء الله في الحشاشين كمان يا رب دايما ان شاء الله ألف مبروك جداً علي أخي شكراً فيك إن شاء الله نشوفك في أدوار جديدة وتنورنا في تلفزيون اليوم السابع شكراً جداً شكراً لك وشكراً لستيبالك أنا سعيد إن أنا كنت في اليوم السابع شكراً جداً لك كل سنة وانت طيب شكراً جداً لك ومتابعيننا متابعين تلفزيون اليوم السابع استنونا في لقاءات بتي